السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله أحد الإخوة المتابعين الأخ محمد بن أجواء طبعا مشكورا جدا نبهني أن قشرة اللوز فيها حامض الفيتيك أسد وهذه بالضر في صحتنا والمفروض أن نجشر اللوز قبل ما نتناول في الحلقة السابقة ذكرت أن اللوز يصلح للناس اللي دمهم زي العسل وما علي غبار لا هو ولا حليب اللوز ولا زبدة اللوز ولما تحدثنا عن أضراره قلت اللي عنده حساسية ما ياخدش منه لكن بشكل عام هو آمن ما فيه منه أي ضرر خلينا نشوف مع بعض ما هو هذا الحامض وشو سبب وجوده وشو فائدته أو ضرره لأجسامنا وآخر البحوث حول الفيتيك أسد هو أحد مركبات الفوسفور اللي موجودة في البذور وسبب وجوده في البذور هو عبارة عن حماية البذور من عوامل مختلفة الأمراض الأضرار وهلما جرر وموجود في المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة مثل القمح وهاي المجموعة مثل اللكتين مثل الصابونين مثل الأوكزاليت مثل الفايتك أسد بتسمى مضادات المغذيات بمعنى إنها تمنع امتصاص بعض المواد من الغذاء اللي بتناوله من بين جميع المكسرات يوجد في اللوز أعلى نسبة من هذا الحامض وبيكون تركيزه عالي في القشرة البنية اللي تراها اللي عليها السهم هاي بيكون التركيز من حمض الفايتك أو الفايتك أسد بيكون فيها التركيز أعلى والموضوع اللي حواليه الجدل هو إنه يقلل امتصاص بعض المعادن مثل الحديد أو الزينك أو الكالسيوم والسؤال كم الكمية اللي بنقصها هذا الحامض يعني لما تناول شيء معين كم الكمية التي تنقص من امتصاص جسمنا من هذا المعدن أو ذلك المعدن يعني مثلا طبيعيا جسمنا الحديد من المصدر النباتي يمتصبنه واحد بالمية طبيعيا سواء كان من اللوز أو من غيره يعني من أي طعام إذا كان الحديد من مصدر نباتي واحد بالمية لا يقارن بالعشرة بالمية اللي بناخذها من الحديد اللي جائنا من مصدر حيواني كم الكمية اللي بيمنع امتصاصها هذا الحامض في جسمنا غير معروفة وتعتمد على الشخص نفسه على جسمه كمية المتبلزم عنده الحرق عنده طريقة عمله كل هاي الأمور تؤثر على الكمية اللي رح ينقصها هذا الحامض من المواد اللي بنتناولها وسبحان الله هذا الشيء اللي هو نقص أو إنقاص امتصاص المعادن بيحدث فقط لما نتناول وجبة يكون فيها هذه المعادن كثيرة يعني ممكن هذا يكون مفيد مش مضر ليه لأنه الجسم إذا زاد أي معدن فيه عن حده بسبب أنه عراض ثانية فاحتمال أن الله سبحانه وتعالى وضع هذا المكون في هذا الطعام أو في الأطعمة الأخرى حتى يحمينه يعني بتكون مثلا نسبة الحديد عالية في مواد بتنزله الزنك وهل مجرة فممكن يكون أو احتمال كبير وإن شاء الله راح نشوف إنه هذا شيء مفيد مش مضر وإحنا عادة بتكون الوجبة عندنا متنوع يعني ما في حدا بيأكل أو بيتغدى على لوز لوز لا وحده لا ما فيه فلما يكون الطعام متنوع ما فيه أي مشكلة إطلاقا من هذا الموضوع أبدا 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 ما فيه مشكلة بمعنى أنه تناول هذه الأطعمة التي تحتوي على هذا الحامض الفوائد اللي فيها تفوق بكثير أي آثار سلبية غذائية يعني انسى الموضوع ما راح يتأثر عليك نهائيا مين بيقول هذا الكلام جامعة هارفر مدعومة ب11 بحث علمي آخر وإن شاء الله الرابط موجود في صندوق الوصف بإمكانكم مشاهده وماذا تقول هذه البحوث هذه البحوث تقول أنه يحمي من تلف الحمض النووي اللي هو الـ DNA وأيضا يحمي من نمو الخلايا السرطانية ولي رجاء من إخواني وأخواتي ياريت تدعموني في القناة الأخرى في رابط موجود في أول تعليق ياريت نضغط عليه وياريت إخواني وأخواتي اللي موجودين في الدول الغربية الغير راطقة باللغة العربية يدخل على أي فيديو حتى يحرك القناة لأنه خبار اسميات اليوتيوب لا بتش يعني ما بتنتبه للقناة إذا ما كان عليها مشاهدات فهذا الفيديو ثلاث دقائق ياريت تساعدوني فيه وتورجوني قديش أنا يعني غالي عندكم حتى تلبوا لي هذا الطلب وأشكر جميع من دخل على هذا الفيديو وترك تعليق وأعجاب أشكركم من أعماق قلبي اسمه العلمي انيستول هيكسافوسفيت أو IP6 هذا منتج على شكل مكمل غذائي يباع أو موجود في معظم دول العالم وشوفوا شو اسمه لاحظوا شو اسمه IP6 وخلينا نشوف مكونات هذا المكمل الغذائي اللي يباع بأسعار عالية يعني على الأقل على الأقل ستين دولار للعلبة لاحظ المكونات ماخذين الفوسفور والمغنيزيوم والكالسيوم بنسبة متفاوتة من نفس هذا الحامض الحامض الفيتيك والنسبة الأعلى أنه هم ماخذين حامض الفيتيك كامل هذا وحطين في الكابسولة الواحدة ثمانمائة ميليغرام ويوصوا بكابسولتين بمعنى رح يدخل للجسم 1600 ميليغرام من الفيتيك أسد هل هذا مضر ولا نافع بعدين ليش الناس بتتناولوا ليش عشان مكافحة السرطان عشان تقليل الدهون الثلاثية وعشان الحفاظ على مستوى ضغط الدم وعشان تعزيز صحة القلب فالفوائد اللي بنأخذها من حمض الفيتيك أو كل المواد اللي موجود فيها تفوق بكثير بكثير الأثار السلبية أي أثار سلبية في هذا أو من هذا الغذاء أود أن أشكر جميع الأبطال اللي انضموا لعائلتنا عائلة تحدي وقهر السكري أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله واللي بيشاهدني لأول مرة معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وفيديو التعريف عني موجود في صندوق الوصف وإذا حاب إن شاء الله تعرف شو رح تستفيد من هذه القناة شاهد هذا الفيديو في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الدهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007 بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى في الأمر أنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشر وسبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بدير شبالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يؤكل كل شيء بتناول وباكله درسته دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكر وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح رح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور رح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مست جسمك يتحكم فيك رح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله رح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما رح تندم رح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو رح نستفيد وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته